بسم الله الرحمن الرحيم طلبة صف الحدي عشر نقدم اليوم لكم درس المتتالية الحسابية في هذا الدرس يتوقع منك عزيز الطالب بعد هذا الدرس التعرف على المتتالية الحسابية وإيجاد قيمة أي حد في المتتالية الحسابية أتذكر تعريف المتتالية هي اكتران مجال مجموعة العداد الصحيحة الموجبة أو جزء منها على النمط 1-2-3 إلى نون ومداه مجموعة جزئية من العداد الحقيقية لنأخذ النشاط التالي تعد أزمة المياه في فلسطين إحدى أهم المشكلات الناتجة عن ممارسات الاحتلال الصهيوني الممنهجة ضد مصادر المياه اتفق مقاول مع أحد المزارعين المتضررين من هذه الممارسات على حفر خزان لتجميع المياه عمقه 8 أمتار على أن يتقاضى 20 دينار عن أول متر يقوم بحفره و25 دينار عن المتر الثاني وهكذا ما يتقاضى المقاول عن كل متر هو عبارة عن متتالية حدودها 20 25 30 35 40 45 50 55 الزيادة التي يتقاضاها المقاول عن كل متر إضافي هو 5 دنانير نلاحظ الفرق متساوي لنأخذ النشاط التالي أتأمل المتتالية سالب 5 سالب 8 سالب 11 سالب 14 إلى آخره الفرق بين الحد الثاني والأول هو سالب 8 ماقص سالب 5 ويساوي سالب 3 الفرق بين الحدين الثالث والثاني هو سالب 11 ماقص سالب 8 ويساوي سالب 3 ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن الفرق بين حد وحد سابق له هو مقدار ثابت ويساوي سالب 3 تسمى مثل هذه المتتاليات بالمتتاليات الحسابية تعريف المتتالية الحسابية هي المتتالية التي يكون الفرق فيها بين الحد وسابقه مقدار ثابتا دائما ويسمى هذا الثابت أساس المتتاليات الحسابية ويرمز له بالرمز دال كما يرمز للحد الأول بالرمز ألف وتكتب على الصورة ألف ألف زائد دال فاصلة ألف زائد 2 دال فاصلة ألف زائد 3 دال وهكذا مثال في المتتالية الحسابية الآدية سالب 26 سالب 23 سالب 20 سالب 17 أجد رقم 1 الحد الأول للمتتالية وأساسها رقم 2 الحد الخامس نلاحظ أن الحد الأول هو سالب 26 ورمزه ألف كذلك الأساس رمزه دال وهو عبارة عن الحد الثاني ناقص الحد الأول أو الحد الثالث ناقص الحد الثاني وقيمته سالب 23 ناقص سالب 26 ويساوي ثلاث الحد الخامس نلاحظ أن في المتتالية الحسابية السابقة مكتوب فيها الحد الأول الثاني الثالث الرابع تبقى لدينا الخامس ونلاحظ أن الزيادة هي مقدار ثابت وتساوي ثلاث بمعنى يمكن زيادة الثلاث عن كل حد حتى ينتج الحد الذي يليه بمعنى أن الحد الخامس هو عبارة عن سالب 17 مضاف إليه ثلاث ويساوي سالب 14 لنأخذ النشاط التالي أميز المتتالي الحسابية فيما يأتي ثم أجد أساسها وحدها الأول المتتالي الأولى 2 6 11 17 إلى آخره نلاحظ أنها ليست حسابية وذلك لأن 6 ناقص 2 وقيمتها 4 لا تساوي 11 ناقص 6 وتساوي 5 أي أن الأربعة لا تساوي 5 لذلك هي متتالية وليست حسابية لنأخذ الثانية حائن نون تساوي 3 نون ناقص 2 وتكتب المتتالية على الصورة 1 4 7 وهكذا نلاحظ أنها متتالية حسابية وذلك لأن 4 ناقص 1 يساوي 3 و7 ناقص 4 يساوي مقدار 3 وهذا المقدار ثابت ويسمى هنا دال هنا الحد الأول ألف 1 أساس المتتالية الحسابية هو تال ويساوي المقدار الثابت في زيادة وقيمته 3 لنأخذ الثالثة 1 سالب 1 1 سالب 1 وهكذا هذه تعتبر متتالية ولكنها ليست حسابية وذلك لأن سالب 1 ناقص 1 يعني بمعنى الحد الثاني ناقص الحد الأول يساوي سالب 2 الحد الثالث ناقص الحد الثاني لو 1 ناقص سالب 1 ويساوي 2 نلاحظ عدم التساوي في الفرق لذلك هي متتالية ليست حسابية وذلك لأن الفرق غير متساوي بين أي حد وحد سابق له والآن لنتعرف على الحد العام للمتتالية الحسابية لنأخذ النشاط التالي دوائر العرض هي دوائر وهمية متوازية عددها 180 دائرة منها 90 شمال خط الاستواء وتسعين جنوبه ويمثل خط الاستواء بالدرجة صفر بين دائرة العرض والأخرى درجة واحدة أو ما يعاد 111 كيلومتر على سطح الأرض تقع إحدى المدن على بعد 61 كيلومتر شمال خط الاستواء بعد المدينة عن دائرة العرض الأولى شمال خط الاستواء 50 كيلومتر لماذا؟ لنوضح ذلك نفترض خطوط العرض في الوسط خط الاستواء وهو يمثل الدرجة صفر دائرة العرض الأولى الثانية الثالثة وهكذا بين دائرة الأولى وخط الاستواء 111 كيلومتر والدائرة والدائرة الثانية والدائرة الأولى كذلك 111 كيلومتر والثالثة والثانية 111 كيلومتر تقع مدينة على بعد 61 كيلومتر شمال خط الاستواء المسافة هذه 61 كيلومتر نلاحظ أن المتبقي هو 50 كيلومتر بين المدينة والخط العرض الأول المسافة بين المدينة والخط العرض الثاني هو عبارة عن 50 زائد 111 المسافة بين المدينة والخط العرض الثالث هو 50 زائد 111 زائد 111 لنعود إلى النشاط بعد المدينة عن دائرة العرض الثانية هو 50 زائد 111 ويساوي 161 كيلومتر بعد المدينة عن دائرة العرض الثالثة هو 50 زائد 2 في 111 ويساوي 272 كيلومتر بعد المدينة عن دائرة العرض الرابعة هو 50 زائد 3 طرد 111 ويساوي 283 كيلومتر نلاحظ ثبات الخمسين في كل مرة وثبات 111 في كل مرة المتغير هو 111 تم ضربها بالعدد واحد هنا تم ضربها بالعدد اثنين هنا تم ضربها بالعدد ثلاث كذلك أن دائرة العرض الثانية ارتبطت بالعدد واحد دائرة العرض الثالثة ارتبطت بالعدد اثنين دائرة العرض الرابعة ارتبطت بالعدد ثلاث إذن بعد المدينة عن دائرة العرض نون هو خمسين زائد نون ناقص واحد في 111 هذا يسمى الحد العام للمتتالية الحسابية التعلم الحد العام للمتتالية الحسابية هو حائل نون يساوي ألف زائد نون ناقص واحد في دال حيث ألف الحد الأول دال أساس المتتالية الحسابية ونون رتبة الحد لنأخذ النشاط التالي لاحظ مراقب أن عدد الأخطاء المطبعية لدى موظفة جديدة تقل كلما زادت خبرتها بمعدل 10 أخطاء شهريا حيث كان عدد أخطاها المطبعية 500 خطاء في الشهر الأول المتتالية التي تمثل عدد الأخطاء الشهرية 500 490 480 وهكذا عدد الأخطاء في الشهر العاشر هو 410 عدد الأخطاء في الشهر الأربعين هنا المطلوب هو الحد رقم 40 حتى يتم إيجاده نأخذ عناصر المتتالية الحد الأول هو ألف يساوي 500 دال وهو أساس المتتالية ويساوي 490 ناقص 500 ويساوي سالب 10 حائل نون وهو الحد العام قانونه ألف زائد نون ناقص 1 في دال يمكن تطبيق عليه الحد رقم 40 الحد رقم 40 يساوي ألف وهو 500 زائد 40 ناقص 1 في دال وهي سالب 10 ويساوي 500 زائد 39 ضرب سالب 10 ويساوي 500 زائد 39 ضرب سالب 10 سالب 390 والناتج 110 أخطاء إذن الحد رقم 40 هو 110 أخطاء يصبح عدد الأخطاء الشهرية 320 متى يصبح عدد الأخطاء 320 هذا يمثل حائل نون وهنا المطلوب عدد الأشهر عدد الأشهر يمثل نون لنطبق القانون مرة أخرى لكن بوضع حائل نون 320 ألف 500 ودال سالب 10 وهنا المجهول نون يصبح 320 يساوي 500 زائد نون وهي تمثل عدد الأشهر مجهولة ناقص 1 ضرب الأساس دال وهو سالب 10 بالطرح 500 من الطرفين نلاحظ 320 ناقص 500 وهو 180 بالسالب ويساوي نون ناقص 1 في سالب 10 بالقسم الطرفين على سالب 10 للتخلص من السالب 10 السالب 180 على سالب 10 هي 18 وتساوي نون ناقص 1 بجمع 1 للطرفين تصبح نون تساوي 19 إذن يصبح عدد الأخطاء الشهرية 320 بعد 19 شهرا لنأخذ المثال التالي والتتالية حسابية مجموعة الحدين الثاني والثالث منها 43 وحدها الثامن خمسة جد الحد الأول والأساس هنا المطلوب الحد الأول وهو ألف والأساس هو دال نلاحظ من معطيات المثال أن الحد الثاني والثالث مجموحهم 43 أي أن حاثنين زائد حاثلاث تساوي 43 كذلك حد الثامن خمسة حاثماني يساوي خمسة نعلم أن حاثنون تساوي ألف زائد نون ناقص 1 في دال الحد الثاني هو ألف زائد 2 ناقص 1 في دال ومنها نكتب ألف زائد دال كقيمة الحد الثاني الحد الثالث بنفس الطريقة هو ألف زائد 3 ناقص 1 في دال ومنها ألف زائد 2 دال قيمة الحد الثالث مجموعة الحد الثاني والثالث من معطيات المثال هو 43 أي أن ألف زائد دال و ألف زائد 2 دال تساوي 43 يمكن جمع الحدود المتشابهة ألف زائد ألف 2 ألف كذلك دال زائد 2 دال ثلاث دال تساوي 43 ولنعتبر هذه المعادلة الأولى المعطى الآخر الحد الثامن يساوي خمسة حاثماني بنفس الآلية هو ألف زائد 8 ناقص 1 في دال يمكن تبسيطها ألف زائد 7 دال هذا المقدار يعتبر الحد الثامن من معطيات السؤال الحد الثامن هو خمسة أي أن ألف زائد 7 دال تساوي خمسة وتعتبر هذه المعادلة الثانية ينتج لنا معادلتان بمجهولين يمكن حلوما بالحذف أو التعويض إذا أردنا حذف ألف نضرب المعادلة الثانية بالعدد سالب 2 تصبح سالب 2 ألف ناقص 14 دال تساوي سالب 10 وهي نفسها معادلة رقم 2 المعادلة الأولى 2 ألف زائد 3 دال تساوي 43 هذه المعادلة الأولى يمكن جمع المعادلتان لحذف المتغير ألف سالب 14 دال زائد 3 دال نحصل على سالب 11 دال سالب 10 زائد 43 يتبقى 33 بالقسم على سالب 11 تصبح دال سالب 3 هذا يعتبر أساس المتتالي الحسابية حتى نجد قيمة ألف يمكن التعويض إما بالمعادلة الأولى أو المعادلة الثانية بتعويضها في المعادلة الثانية ألف زائد 7 دال تساوي 5 دال يمكن تعويضها سالب 3 فتصبح ألف زائد 7 في سالب 3 تساوي 5 ألف زائد سالب 21 تساوي 5 بجمع 21 للطرفين تصبح ألف تساوي 26 وهنا حصلنا على الحد الأول وهو ألف 26 والأساس هو دال وقيمته سالب 3 مهمة تعليمية اكتب الحدود الخمسة الأولى من المتتاليات الحسابية التي فرع ألف حدها الأول 12 وأساسها 4 فرع ألف حدها الأول 8 وأساسها سالب 3 إلى هنا نختتم درسنا لهذا اليوم وإلى اللقاء في موقف تعليمي آخر اشتركوا في القناة